احنا متعودين دايما في شهر رمضان الكريم بجانب العبادات والاجواء اللطيفة في رمضان متعودين بيصاحبوا على طول دراما رمضان بعد رمضان بيدخلوا على طول في افلام العيد وبيبقى في عندنا كده باقة وقائمة من افلام العيد بيبقى قاعدين مستنينها وعادة حتى افلام العيد دي بيبقى ليها زي ما بيتقال كده كريتيريا او شكل معين او توليفة معينة بفنانين معينين بانتاج معين يعني تبقى مختلفة شوية خلينا نتكلم عن افلام العيد واكيد كمان هنتكلم عن حصاد دراما رمضان مع الناقد الفني الكبير استاذ طارق شناوي اللي دايما نورنا وضيفة عزيزة علينا اهلا بيك اهلا جمانة اهلا بيك كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيبين وافلام العيد احنا السنة دي عندنا تقريبا ستة افلام العيد مزبوط سبع افلام سبع تب شايف الرقم ده بداية قبل من ادخل في تفاصيلها الرقم ده السنة اللي فاتت كان خمسة تقريبا فيعني عادي بس كان في وقت عندنا كده كان بيقى فيه افلام عيد كتير برضو اكتر من الارقام دي مزبوط بس اخر سنتين تعرف عشان كورونا اه طبعا وتابعتها فكان رقع يعني كان دايما خمسة ستة السنة دي سبعة بس انت عارف ايه الشعر المتنبي قالك ايه عيدن باي حال عدت يا عيدو برضو افلام العيد جزء كبير منها اللي هنطبق عليها باي حال عادت بقى باي حال بصي مفيش مغامرة ابداعية الفيلم اللي جاب ارادات اللي هو هارلي ده مصنوع يعني في حاجات نفعان هارلي ده محمد رمضان ومي عمر اه هو مصنوع لهذا الجمهور لجمهور العيد اللي هو مع العيدية فمقدم له كل الحاجات اللي هو بيحبها عشان يروح لرمضان يلاقيها الضرب والقنص مع غطاء اخلاقي اللي هو ايه انه بتخلص من الادمان يعني هو مدمن ولكن عنده ارادة دي القضية يعني قضية الفيلم اه انه هي مش دي القضية بس ده الغطاء ده الغطاء اللي يخلي يمرر كل حاجة لكنه في الآخر قنص وضرب كما تعود جمهور رمضان الجرعة زيادة احمد سامير ده المخرج عملها بشكل جيد انما هل هناك مغامرة ابداعية يمكن اقولك الوحيد اللي ممكن تشوفي فيه ملمح كان محمود حميدة عامل ملمح كوميدي انت عارفة حميدة قلمة يمثل كوميديا لكن ده زكاء بس لي لمسيته برضو ده زكاء من المخرج انه يعني فكر في لمحة اخرى واجدها حميدة غير كده لا يعني بتحسي انك شفتيه قبل كده انت عارفة فيه اعمال فنية سابقة التجهيز الدرامي صحيح زي الاكل كده تبيجي بيه معمول ونص ساعة تخلاص الحكاية ده برضو سابق التجهيز الدرامي في عندك فيلم رعب يوم 13 ايوه طبعا بما يوحي رقم 13 في الثقافة العالمية دايما يوحي بالتشاؤم بالمشاكل بالقتل ده احمد داود صحيح يوم 13 ده احمد داود لا ده البطل احمد داود لكن لكن المخرج واقل عبدالله اول فيلم سري ديز ثلاث ابعاد ثلاث الابعاد اه واحنا نتعرفها على المستوى السينما العربية قلمة ندخل في هذا المجال دخلنا فيه معقول كتنفيذ وبعدين كمان افلام الرعب المصرية والعربية نادرة احنا قلمة نترك باغلب افلام الرعب اللي بتشوفيها بتبقى اجنبية دي حقيقة قلت لسه اسألك بقى السؤال دا قلمة ولكن الجودة ايه والله انا بقول انه بالنسبة اللي بنخرج بنطرق باب السري ديز معقول يعني اتأخرنا اوي انتعرف العالم كله مسألة سري ديز يعني سيطرت هي لا تشكل الاغلبية ولكن موجودة احنا طهيح بنا نتقدم خطوة ولا نترجع خطوة لانها مرتبطة بامكانيات متعلقة بدار العرض نفسها تقنيات تقنيات اثناء التصوير بس كويس انه الخطوة تعملت في افلام تانية طبعا ابن الحج احمد دا شيكو شيكو من الناس انا بحبهم دا مخفيف جدا او برضو ينطبق عليه فكرة نفيش مغامرة لكن على الاقل قادر يعني ايه يقتنس حاجة من طرطة الارضات شيكو من الفنانين التلقائيين يعني الكوميديا عنده ما بيتلحاش فيه كوميديان تحس انه بيقتنس منك صحيح وبصوت عالي بيحاول يجيبها تعرفوا انا دايما بشبهها بالازافر ممكن ازافر بعض الفناني الكوميديا تجرح لانها ومنها وفي منها يدغدغ هو بقى من الفنانين اللي بنتبق عليهم فكرة الدغدغة هادي يعني بيعرف يدحكك بهدوء ايوا بلا بلا سخب بلا صوت عالي النكتة او القفشة عنده هادية وانا يعني بحس انه انا فاكر مرة سمير غانم الله يرحم الله يرحم كان صديقتنا يعني كان صديق عزيز وكان له هذا التحليل دايما يبص على الكوميديان بهدوء يعني هو يقول لي ميزة عادل امام انه هادئ كوميديان هادئ فانا بعتصور انه انه دا النشيكو ماشي في سكة الهدوء دي طبعا ما فيش الرقم القوي يعني الرقم يعني شباكة تذاكر الرقم القوي هناك فهار لي لكن هنا في مقاومة هو مجمل ارادات للسبع افلام اللي حضرتك تكون منتكلم عنه هدلوقتي 14 مليون يعني 14 يتخطى في قول الاخر 20 انا بصي ممكن تكون في تحديث لهذا الرقم ممكن طبعا لا هكون سريح بحكي انا ما عنديه ثقة مطلقة في الارقام اللي بقراها هاجبها منين الجهة الوحيدة اللي تقدرين تقولي انها مظبوطة مصلحة الدرايب لانه بتاخد جزء من الارادات فيه جزء بيقتص لكن غير كده لا الغرفة بتقول ارقام موثقة ولا تدمني ان شركات الانتاج على الجانب لا وفيه دايما تحديثي يعني احنا الارقام متغيرة طور الوقت كمان يعني بس خلينا نقولين ده مؤشر مبدئي حوالين الرقم ده مستوى الرقم ده انه فيه العدية العدية وده جمهور العيد جمهور العيد ده جمهور السسنائي غير جمهور السينما يعني او دي حقيق بالعكس جمهور السينما بيروحش في العيد لا انا بروح لا بس هدريك بطار بتروح لا فعلا انا بوليك حق انه فيه نسبة بتبقى بالنسبة لها العدية عبدتها صحيح والمتعة هو السينما البومب والسواريخ جوز من برنامج العيد اه ما هي في السينما بتتحول يعني انا انا احب اول قد تشوف الافلام مع الناس وبكرها العروض الخاصة لانها زائفة صحيح يعني ما بتدكيش المشاهدة الفيلم جزء منها احساسك بالناس صح وانت في دار العرض لما تروح عرض خاص دول طبعا حبي لهم بس هم مش الناس المستهدفين لان هو رايح يجامل لكن اللي دفع تذكرة لا ده رايح عايز ياخد بحقه صح وبتسمع بقى الدحك فعلا الافي اللي تقلم وانت موجود الناس بتقرع لو الشهم ان كان زهقان عايز يكمل متشوق عايز يارف ايه اللي يحصل بتقدر تقرع ده من الشوش الناس برابع عليك بس هو فيه لاحظت ان فيه استعداد مسبق اه بنسبة بيرونها اصلي في منطقة تعتبر يعني عادية يعني يعني اقرب لكلمة الشعبية كويس فبالتالي ده الجمهور طبعا الجمهور ده بيروح الجزء منه بيتلكك عشان يضحك يعني هو رايح اساسا بسلمك نفسه اذا انت قلت اي افه هتلاقي هتلاقي المقابل اكبر بكتير من الافه بس برضو احنا صعبين قوي قصة ستارق برضو في الضحك لا جمهور العيد بيروح عايز يستمتع اساسا هو يعني من ناحية يعني ايجابيا معك بس اوعى تصدمه بس هو رايح لك رايح لك بداية الضحكة هو بيكملها صح يعني مش حيتعبك المطاردة حيعملها حيتوحد مع البطل حيتوحد كويس زي ما حصل مثلا في مع محمد رمضان هم طبعا رمضان كمان نفعه قوي جعفر الانده طبعا وهو حتى هتلاقي الفيلم فيه داش وفيه مي كساب ادواري صغيرة بس ما مدي فبنكمل معاهم بقى نكمل لقل الناس الناس متحمسة تكمل بقى الحكاية وهو ادى هم اللي هم منتظرينه انتو عايزين خناقات فضلت عايزين قفزات وبعدين معاها موتوسيكل شغال بيه بقوة اهو هتلاقوا برضو فيعني يعني التوليفة جايبة فالجمهور ده مستعد بس ادي له حاجة يقدر يتجاوب معك بعد العيد هيبتدي الحكم الحقيقي بقى صحيح على العمل الفاني طب نمر سريعا على فيلم هايفا وهبي وكمان فيه فيلم عاي ربيع بعد الشر تقريبا صح اه مضبوط اه بالنسبة هايفا وهبي هايفا بيراهن عليها من زمان انا فاكرا مثلا سنة 2014 كان فيه ازمة بسبب احد افلامها وانا ساعتها قلت لهم وكانوا عايزين يشيلون من دور العرض قلت لهم الفيلم ده بتمره دعاية لانه لو نزل مش هجيب نزل فعلا وانتهت الازمة ومجابش ارادات كويس هايفا بيراهن عليها تقريبا مرة كل سنة اللي بيفكروا في هيفا بيفكروا انها هي طبعا جميلة ولذيذة وانسة وكل حاجة وجاذبة مفيش كلام فيش كلام في الحتة دي انما بيفكروا انها هتعمل دور بنت بلد مصرية وهي عندنا تعارفة جزء مصري محمدها مصرية هي بقى بتيجي عشان مفيش مخرج بيوجه بتاخد من الارشيف اه ارشيف بنت البلد اللي احنا يعني عندنا يعني عدد ضخم جدا فتعملك صورة صورة انت عارفها ساعة واحدة قولك مسل دور شرير فتعمل كده يعني عشان لسل او تطلع حاجبك فهي ع الجانب الاخر بتمسل دور بنت البلد بنفس الطريقة اللي بيحكي عنها انا بقى بنت بلد فاتكلم شوية كده اعمل حاجتين يعني فالحقيقة بيوزفوها غلط وبيوجهوها غلط كويس فبيبقى النتاج ايه انت مستني بقى هيفاء هيفاء طبعا اسم جاذب مستني الاراضات مبتحصلش ومش اول مرة لانه دايما هتلاقي اغلب الافلام اللي انا شو يعني وانا بحرس شوف الافلام يعني في السينمات مع الناس ولازم حتى الافلام اللي انا ما بحبهاش بشوفها برضو فدايما هتلاقي الحكاية التركيبة الشخصية هي هي والمشكلة كمان هي هي وهو ايه تمثيل تمثل انك تمثل اه فبتمثل شخصية بنت البلد مش مش عيشة شخصية دول بنت البلد بتشوف من القديم وتعمل شويتين ومفيش مخرج وبالتالي النتاج ما اعتقدش انه حتى على مستوى الارقام مجزي لا حتى الان يعني مش اقوى حاجة طيب سريعا جدا عاييرا بيش انا محتاجة ادخل مع حضرتك في دراما رمضان الحساد دراما رمضان فيلم علي ربيع بس علي ربيع بيرهن عليه ودايما بس فيه نوع من الفنانين طالما موجود في عمل فني يعني مسلا السنة اللي فاتت واللي قبلها والسنة دي بيحصل ايه هو بينجح على الحروق روك اعرف عن ايه حروق روك اه بس اعتقد اللي بينجح على الحروق روك ده ما بيبقاش اقدم حياة جديدة بس بيبقى قدم كحد قدنى اللي يجعلك السنة الجاية يخليه برضو ينزل عشان يتعمل مشروع سينمائي لازم لازم يبقى انت كمنتج ضامن حاجة مش عاما تجربة اثبتت النسبة تزهق برضو صح؟ مهما تقررت الحروق روك الحروق روك بيديلك امل انك تعمل محاولة السنة الجاية لكن السقوط الزريع لا خلاص فهو علي ربيع هو نجم الحروق روك والحروق روك مش مش حاجة سيئة قوي هي مش جميلة بس ليس سيئة ليه طالما انت انجحت خلاص حروق روك اوكي حروق روك السنة جاية برضو هيحاولوا اذا لم يقفز لمرحلة ما بعد الحروق روك التصور هتبقى فيه مأذق صعب قوي انه يهرب منه اتمنى طبعا كل خير فنان عي ربيع فنان جميل طيب حصد روما رمضان بقى انا مش هكلم معاك على انت مسيتي لسه بيومي ناس يا بيومي اه لا مقدرش عدي اساس بيومي تفضل ناس لا كوكو تفضل بصي انا هكون سريح معاك حاولت يوميا احاول اشوف الفيلم كويس وانا دار العرضي جنبي اتكلم يقولولي مفيش عشان يعرض مش بارد عشان فرد طبعا في عدد لازم على الاقل لازم خمسة او ستة فما بيلاقوش خمسة او ستة ففي مشكلة في الفيلم ده في مشكلة انه بصي هو مؤكد ان بيومي ممثل موهوب جدا جدا ومساحة الابداعية عنده متعددة الانغام ليست فقط سحيح لما بتعمله دي تاني مرة لما بتعمله فيلم هو البطل بيلعبه بورقة الكوميديا الكوميديان طيب الكوميديان ده انت شفته كم مرة يعني شفته كم مرة في نفس السيزن ده كتير كتير نفس السنة حكيه ليه كذا كتير في نفس الوقت ليه كذا فيلم طالع معه يا ضيف شرف يا بطل مساعد يا بطل مشارك يعني متواجد الكم الكبير وكلها كوميديا اللي عايز يراهن على بيومي فؤاد ويكسب ما يعملوش بطولة فيلم كوميديا لا يبص على الممثل اللي أنا بشوفه موهوب جدا بيومي فؤاد ويتعمله حاجة غير اللي احنا بيشوفه عشان كده للعامل تاني ربما على التوالي انه يبقى فيه محاولة للدفع ببطل مطلق معه طبعا نفس المجموعة اللي هم دائما موجودين في كل الأفلام لكن هو البطل وتخفق اذا وجد المخرج والكاتب اللي يفكروا ان احنا ناخد بيومي ونحطه في دايرة اخرى انا بقولك انه دا هيعمل قفزة يعني انا بالنسبية طبعا بيومي في قد نجم يعني لا خلاف عليه ولا اغبار عليه ولكن فعلا زي ما حضرتك قلت ممثل موهوب المخرج والكاتب هو اللي يمثله ليه المخرج عمتا زي ما احنا لازم يخرج بره بره اللي انت متعود عليه يعني هو ايه في كل فيلم بيدحكك الفيلم دا عادي نقول له هو بس هو البطل لازم بطله بيدحك بره شوف معادلة اخرى طيب في سؤال بقى جافر العمدة لا خلاف انه حقق نجاح كبير جدا جدا نجاح جماهيري كبير جدا مش بس في مصر في الوطن العربي كله دا صحيح بس في بعض التساؤلات بجد والله يتبدو كوميديا بس هي مش كوميديا فعلا لازم بطول احنا مش عارفين ايه اللي في المسلسل دا قدر انه يجمع الناس دي كلها ايه بوسي هقولك انا محمد سامي لازم نديله حقه اكتر مخرج في هذا الجيل يقرأ الجمهوره كويس جدا عارف المفاتيح مش هتلاقي بس محمد رمضان هو المتقلق لا زحية هتلاقي عدد ضخم من الممثلين والممثلات انت نفسك تفاجأي يا لا كان فين دا زي احمد فهيم مثلا اللي هو سيد كان فين طيب البدة هلا صدقي ممثلة يعني من اهم ممثل السينما والدراما المصرية لكن هتلاقيها وظفها في حتة مغايرة وتألقت وتواهجت يا كمان عنده فكرة تسكين الممثلين عالية جدا انا ممكن في حاجات انا بقراها عيوب بمعنى انه انه دايما عنده مونولوج المونولوج الدرامي اللي انا قاعدة اتكلم زي ببكلم دلوقتي وانتش اسمعي هو مفرد الجدرامي قائمة عالديالوج هاتو خد صح فهو كل الشخصيات بتتكلم مونولوج اللي هو ضد المنطق الدرامي ورغم ذلك انت قاعدة تتفرجي ففي حسبة اخرى بعيدا عن التنظير العلمي انه في حاجات انا برفضها نقديا لكن لازم لازم اي نقد يشوف كمان الناس ليه حبة وليه الدايرة دي ريحالها فبقولك انه لازم نذكر الكاتب والمخرج محمد سامي اكتر مخرج قادر يقرأ هذا الجمهور مصريا وعربيا صحيح طمعا دايما نكلمي معاك الحقيقة بيعدي بسرعة والوقت معاك بيعدي بسرعة استاذ طرق الشلاوي شكرا جمالا شكرا شكرا جزيلا شكرا على قراءتك لأفلام العيد وكمان سريعا كده عدنا لجافر الهوم ونورتلي ببرنامج التاسع شكرا لحضرتك مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في برنامج التاسع اتمنى لنكت ضيف خفيف على حضراتكم تسبحوا على الفخير اشتركوا في القناة